السلام عليكم معكم شيف أحمد عيد وإن شاء الله في الفيديو هعمل المايونيز بمكونات سهلة وبسيطة بدون إضافة أي مواد حفظة أفضل من الجاهز وأوفر كمان في الساعة نبدأ مع بعض ونشوف المكونات أول حاجة في المكونات عندي صفار بطين معلقتين كبار مستردة ملح وخل ولبن ومية دافية والزيت نبدأ أول حاجة نجيب بولة ونضيف فيها صفار البيض بعد كده بنضيف عليه المستردة دولة اللي هيربطوا لي الزيت ويحولوا لي القوام بتاعه ببدأ إن أنا أقلبهم مع بعض ممكن أستخدم المضرب القهرباء لكن أنا باستخدم المضرب اليدوي أسهل وأوفر لي وعشان أقدر أتحكم في القوام زي ما أنا عايز ببدأ إن أنا أضيف الزيت بضيف الزيت سرسوب يعني شوية صغيرين عشان الدريسنج ممكن يحلي مني لو ضفت كمية زيت كبيرة على المستردة والبيض ببدأ إن أنا أقلبهم واتبع إضافة الزيت شوية بشوية زي ما حضراتكم شايفين طبعا أنا أقلب بالروحة لكن مصرع الفيديو عشان أوفر الوقت على حضراتكم كده شكل المستردة بدأت تتقل معنا بنتابع برضو بنفضل نزيد الزيت لحد ما يتقل شوية بشوية زي ما حضراتكم شايفين كده بتابع التقليم وكل ما بضيف زيت كل ما الدريسنج بيبدأ يتقل معايا فيه ناس بتضربوا في الخلاط لكنه بيطلع خفيف منهم زي ما حضراتكم شايفين إزاي الدريسنج ماسك في المضرب وده الفرق بين المضرب القهرباء أو الخلاط والمضرب اليدوي أنا استخدمت حوالي نص لتر زيت بعد كده ببدأ أضيف الميا السخنة ودي بتخفيلي القوام وبتفتحلي اللون وبعدين بضيف عليها الحليب كمية الميا السخنة والحليب اللي استخدمتهم حوالي ربع كباية وربع كباية بقلبهم كويس مع الدريسنج لحد ماوصل للقوام اللي أنا عايزه بعد كده ببدأ مرحلة التدبيل كده خلاص أنا وصلت للقوام اللي أنا عايزه ببدأ أن أنا أضيف الملح والخل حوالي معلقتين كبار خل ومعلقة صغيرة ملحة او ازية شوية ونص لامونة الفايدة من اضافة اللامون والخل انه هو بيقضيلي على زفارة البيض ويعتبر مادة حفظة بتساعد ان انا اخزنه مدة اكبر انا المايونيز بيتخزن معايا حوالي شهر بحطه في علب ازاز وبشيله في التلاجة كده المايونيز الشكل النهائي بتاعه تقدروا تتابعوا الوصفات السابقة زي الكاتشاب والباربيكيو على جروب الخاص بيا وعلى قناة اليوتيوب وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الغرز شكرا لمتابعاتكم كم معاكم الشيف احمد عيد السلام عليكم